هذا وتحتم المسؤولية الدينية والمجتمعية على المواطنين والمقمين كافة الوقوف كدعمين للعاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة كورونا وذلك من خلال تطبيق معايير التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات والتقيد بارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات التي تراعي سلامة الإنسان وتنأ به عن خطر الإصابة بالفيروس إن قراءة الواقع الصحي في المملكة وما يرافق ذلك من توجيهات ورسائل انطوت على عديد التدابير والمحاذرات الوقائية التي تنبري لإيصالها ونشرها بقوالب إرشادية الجهات المختصة يوجب على الجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة إلى جانب تنفيذ ما ينادي به الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بضرورة الوقوف في وجه انتشار الوباء عبر تطبيق معايير التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات التي تنذر أكثر بزيادة عدد الحالات القائمة والتقيد بارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات التي ترعى سلامة الإنسان وتنأ به عن خطر الإصابة بالفيروس أن يبتعدوا عن التجمعات والاختلاط وأن يلتزموا بكافة الإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية لما لذلك من أهمية كبيرة في المحافظة على النفس وفي المحافظة على وتعزيز سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين والجهات المعنية الصحية اتخذت من الإجراءات والأسباب ودعت إلى الالتزام بوعي للقرارات الصادرة ومن أهم ذلك الدعوة إلى التباعد الاجتماعي في اللقاءات الأسرية والاجتماعية والدينية وهذا مقصد شرعي فإن الشريعة جاءت لحفظ النفس يقول الله سبحانه ولا تلقوا بأيديكم للتهلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد واجبات وطنية ومسؤولية دينية ومجتمعية تحتم على المواطنين والمقيمين بالوقوف كداعمين للعاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الجائحة ممن يسعون ويواصلون الليلة بالنهار من أجل أن تسير البحرين بثبات نحو التعافي بشكل كامل من هذا العدو الصامت الأجر والثواب كما يتحصل من المشاهدة المباشرة يتحقق عن بعد ونحن في ظرف استثنائي فيدعو الجميع إلى التقيد ما أصابه الفريق الطبي وكذلك لأوقاف الجعفرية وكذلك وزارة الداخلية وأن هذا الالتزام يصب في مصلحة الجميع مواجهة الفيروس تتطلب عزما متجددا والتزاما مستمرا لا يقبل التهاونة بأي خطوة أو إجراء احترازي تم اتخاذه للتصدي لهذا الفيروس الذي يمثل تحديا كبيرا فالقرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل المعنيين في التصدي لوباء كورونا تستند لما هو في صالح الجميع لتلفزيون البحرين محمد رشادات